تحالف خطير في إثيوبيا على التعاون العسكري للإطاحة بأبي أحمد ننشر التفاصيل التي لم تذكر ومفاجأة تفاصيل احتياج إثيوبيا خمسين عاما لملء سد النهضة ونزول كرما إلهيا على مصر والداخلية المصرية تكشف تفاصيل فيديو مثير للجدل في مصر وصدمة نكشف عن مشاجرات عنيفة حدست خلال تشيع جنازة الفنان الراحلة دلال عبد العزيز تثير الغضب ومفاجأة كبرى أحمد العواضي يخرج عند صمته ويكشف عن سبب تظاهر حالة ياسمين عبد العزيز وعاجل تطورات مفاجئة في واقعة فتاة الفستان بننشر لحضرككم التفاصيل في الفيديو في البداية قبل ما نبدأ أعوزيني صلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك أسفل الفيديو عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل لي ألفين أعجبني أو اللايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليق بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل أكتر من ألف تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا ومفاجأة تفاصيل احتياج إثيوبيا خمسين عاما لملء سد النهضة ونزول كرما إلهيا على مصر قال أستاذ الموارد المائية بجمعة القاهرة نادر نور الدين إن سير إثيوبيا بالمعدل الحالي في التغزين يعني أنها تحتاج خمسين سنة من أجل تغزين خمسة وسبعين مليار متر مكعب لتشغيل سد النهضة وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج حضرة المواطن المزاع على شاشة الحدث اليوم أن إثيوبيا فشلت في إجراء عملية الملء الثاني وخزنت كميات وصفها بالهامشية تقل عن 2.5 مليار متر بكعب وتابع وقال جاءت إلى مصر مياه النيل الأزرق ومياه الفيضان الفيضان عالي ويدخ مياه كثيرة لغسيل النهر وتجديد دورته وسنكون قادرين أيضا على تخزين كميات أكبر في بحيرة السد العالي لكن علينا أن ننتظر ماذا ستفعل إثيوبيا في العام المقبل وأشار نور الدين إلى أن سير إثيوبيا بالمعدل الحالي في التغزين يعني أنها تحتاج إلى 50 سنة من أجل تغزين 75 مليار متر مكعب لتشغيل سد النهضة الذي وصفه بأنه سد ضخم على دولة صغيرة لا تستطيع إدارته أو تنفيذه أوضح أن إثيوبيا تصرعت في إنشاء السد واستدل ذلك بمرور 11 سنة على بدء تشييد السد لكنها لم تخزن أكثر من 10 مليارات متر مكعب وصفا ما حدث بأنه ضغيق حول مشروع قومي فاشل وقال إن كرما إلهيا نزل على مصر والسودان بحدوث فيضان عالي هذا العام مصدر معانا كم من الشروق أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر فعلا لو إثيوبيا يعني مشي بهذا المعدل إنها يعني بتملة 2.5 مليار متر مكعب في السنة ففعلا هتحتاج 50 سنة لمل خزن سد النهضة لـ 75 مليار متر مكعب أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر خلصنا موضوع سد النهضة نخش على موضوع أبي أحمد أبي أحمد موضوع موضوع تحالف خطير في إثيوبيا على التعاون العسكري للإطاحة بأبي أحمد وقال زعيم جيش تحرير أورومو كوساما ديرية المعروف باسم جالا مارو إن الحل الوحيد الآن هو الإطاحة عسكريا بحكومة أبي أحمد وقال في حوار حصري لوكالة Associated Press إن الاتفاق الذي تم التواصل إليه منذ بضعة أسابيع بعد الاقتراح الذي قدمته قوات تجري أضاف اتفقنا على مستوى من التفاهم للتعاون ضد العدو المشترك خاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري إشارة لأبي أحمد متابع إنهم يتشاركون البعلومات الخاصة بميدان القتال ويقاتلون في خط متوازي وعلى الرغم من أنهم لا يقاتلون جنبا إلى جنب إلا أن هناك إمكانية لحدوث ذلك وأكد أن في مباحثات في الوقت الحالي وفي الوقت القريب حول تحالف سياسي وأن الجماعات الأخرى في إثيوبيا مشاركة في مناقشات مشابهة قائلا سوف يكون هناك تحالف كبير ضد نظام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من المقرر أن يضم التحالف بين جبهة تحرير شعب تيجري التي سيطرت على الحكومة القمعية الإثيوبية طويلا ولكن جرى تهميشها عند تولي أبي أحمد السلطة في 2018 وجيش تحرير أورومو الذي انفصل العام الماضي عن جبهة تحرير أورومو الحزبية المعارضة ويسعى إلى حق تقرير المصير للشعب الأورومو وهي التي تشكل أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا يذكر أن الحكومة الإثيوبية أعلنت في وقت سابق من هذا العام كل من جبهة تحرير شعب تيجري وجيش تحرير الأورومو منظمات إرهابية المصدر معنا كان من المصر اليوم طبعا يعني شيء مهم جدا لازم ننتبه لي إن الآن إثيوبيا يعني بهذا الشكل شكل واضح جدا إنها تتفكك لما جبها تحرير تيجري مع جيش تحرير أورومو الاثنين يتحدوا ضد أبي أحمد أو لإسقاط هذا النظام يعني الفاسد فده شيء يعني بينذر لشيء خطير جدا هيحدث في إثيوبيا لسه تيجري ما عملتش حاجة لحد دلوقتي كل اللي عملته إنها بتحاول إنها تسيطر على أماكن لتطويق أبي أحمد من جميع الجهات أترك لحضراتكم التعليق على هذا القبر حابب أعرف رأيكم في هذا الأمر بقرأ تعليقات حضراتكم ننتقل مع بعض الخبر آخر والداخلية المصرية تكشف تفاصيل فيديو مثيل للجدل في مصر كشفت أجهزة الأمن في مصر ملابسات مقطع فيديو الذي أثار جدلا واسعا في مصر ويظهر خلاله تعدي مجموعة من الأشخاص على شخص باستخدام الشوام وإحداث إصابات بليغة له أوضح قوات الأمن أنه بعد فحص مقطع الفيديو تم التواصل إلى شخصية المجنع عليه وتبين أنه موظف مصاب بنزيف بالمخ وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين ستة أشخاص مقيمين بذات الناحية تطورت إلى مشجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بأحد الطرق بدائرة المركز وفي وقت لاحق فوجئ بعودة الأشخاص المذكورين يستقلون سيارة قيادة أحدهم وتعدوا جميعا عليه بالضرب باستخدام الشوام وإحداث إصاباته المشور إليها بعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمنة الشرقية من ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد ست شوام وكذا سيارة مستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهاتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم مصدر معانا كم من صحيفة الشروق المصرية وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر نتل مع بعض الخبر آخر وصدمة نكشف عن مشاجرات عنيفة خلال تشييع جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تثير الغضب كشف الإعلام المصري رامي رضوان عن عدد من المشاجرات غير اللائقة التي حدثت خلال تشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز وقبلها جنازة زوجها سمير غانم قال رضوان في برنامجه مساء دي ام سي إن توثيق الأحداث أمر مهم خاصة توثيق جنازات الفنانين الكبار ولكن يجب التعامل بإنسانية مع الحدث أشهر إلى أنه أثناء نقل جسمان من المستشفى إلى المسجد كانت ستحدث أكثر من حادثة بسبب التصوير حيث أن السيارة كان زجاجها اسود وحاولوا الاقتراب منها بشدة لالتقاط الصور من داخلها أضاف لما رحنا المقابر هل من العقل أن يحدث عنف وتعدي وخناءات يا جماعة احترموا اللحظة والظروف وعلى مستوى المواطنين فإن لحنة التريند أصبحت مسيطرة على الناس وبعض المواقع قالت أنه ألقى هاتف صحفية وهي ليست صحفية وروا الإعلامي تفاصيل هذه الواقع وقال أنا خارج من المدفن وبمر من البوابة عشان أخذ العزاء ومعرفتش أخره ولقيت ست بتزقني وعايزة تدخل جوه عشان بتحب دلال عبد العزيز وعايزة تخش تقرى ليها الفتحة فقلت لها مفيش مكان جوه فقالت لي خلاص وبعدها التفت في اتجاه آخر لقيتها طلعت التليفون وعايزة تاخد أي لقطة من جوه وبطريقة لا إراضية شديت التليفون ورميته على الأرض وقلت لها حرام عليكم واحترموا اللي احنا فيه ومشيت عشان أخد العذاء ولقيتها قدامي فذهبت وتحدست معها وقلت لها اعذريني ولكن ما يصحش اللي حصل وأنا آسف ولازم تقدري الموقف فردت علي وقالت حصل خير وما حصلش حاجة يا ابني وخلال الزحام حدست مشاجرات لأن فيه ناس مش محترمة الموقف وظروف القاسية التي نعيشها وأشار إلى أن أحد الصحفيين صعد فوق المقابر لتصوير هذه اللحظة وعندما أخذ منه أحد الأشخاص الكاميرا أحضر شو ما ليضربه مصدر معانا كان من الوطن أترك لحضراتكم التعليق على هذا القبر طبعا شيء وحش جدا نحن يعني يبقى فيه مشاجرات في وقت عزة أو في وقت نحن بندفن شخص خلاص ميت داخل لقاب الرب فما ينفعش يبقى فيه مشاجرات أو مشحنات الموضوع لازم يكون فيه احترام جدا لهذا الموقف وأيضا احترام لعائلة شخص الميت ما ينفعش نحن نتخانق قدامه يعني هو بيبقى في دنيا تانية وحضرتك بنتخانق عشان مش عارف تقف أو مش عارف تاخد صورة فلازم نحترم بعض شوية يا جماعة الخير أتمنى هذا الأمر ننتهي مع بعض الخبر آخر ومفاجأة كبرى أحمد العواضي يخرج عن صمته ويكشف عن سبب تظاهر حالة ياسمين عبد العزيز خرج الفنان المصري أحمد العواضي عن صمته متوعدا كل المتسببين في الحالة الصحية التي وصلت إليها زوجته الفنان ياسمين عبد العزيز بأنه لن يتركهم وأنه سيتحدث معهم وأكد العواضي في منشور كتبه على حسابه الرسمي على فيسبوك أن ما حدث إهمال قائلا ما حدث من تسيب وإهمال وتخازل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا بعد التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله والقانون المصري سيحكم بيني وبيني المتسبب فيما حدث العواضي أضاف متوعدا لا تظنن صمت نسيان بل لكل حدث حديث وغادرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قاهرة متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة لسويسرا لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي وبدأت أخبار الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بمنشور كتبه زوجها الفنان أحمد العواضي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي حيث دعى محبيها في مصر والوطن العربي بالدعاء لها للخروج من غرفة العمليات بسلام وقررت طاقم الطبي المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز وضعها داخل العناية المركزة للوقوف على تطورات حالتها حيث نقلت بعدها إلى غرفة عادية بعد تحسن حالتها بشكل نسبي ورافق العواضي زوجته طيلت فترة إقامتها بالمستشفى فيما قرر الأطباء منع الزيارات عنها لحين تحسن حالتها بشكل كامل مصدر معنا كامل RT نتمنى شفاء العاجل الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز ربنا رب يقومها بالسلامة إن شاء الله ويجعلها بألف خير ويحفظها بإذن الله ننتقل لآخر خبر معنا وعاجل تطورات مفاجئة في واقعة فتاة الفستان وأعلن مصدر بجامعة طنطة عن مفاجئة في واقعة التنمر على الطالبة حبيبة طارئ المعروفة إعلاميا بفتاة الفستان بعد إعلانها نيتها سحب الملف من الجامعة قال مصدر إن طالبة كلية الأداب المعروفة بفتاة الفستان لا يحق لها سحب الملف الخاص بها من كلية الأداب جامعة طنطة إلا بعد الانتهاء من التحقيق في القضية وصدور قرار من النيابة العامة المصدر أشر إلى أنه فور صدور قرار من النيابة تصبح القضية مغلقة ويحق للطالبة وقتها سحب الملف وأضاف المصدر أن الجمع ليس لها علاقة بالموضوع كليا وأنه يجرى التحقيق فيها أمام النيابة ولا تملك الجامعة غير تطبيق اللوائح والقوانين الداخلية كانت حبيبة طارئ الطالبة بالفرقة الثانية كلية الأدام من محافظة الإسكندرية أعلنت خلال فيديو على صفحتها على فيسبوك أنها تنوي سحب ملفها من الجامعة وتحويله لجامعة أخرى بعد رسوبها في مادتين بالترمي الثاني الطالبة أشارت على صفحتها أنها رصبت في مادتين وتنوي التحول إلى جامعة خاصة بالإسكندرية وإذا تطلب الأمر الصفر للدراسة في الخارج وبدأت الواقعة في شهر يونيو عندما وضعت حبيبة منشور على فيسبوك تحكي فيه أنها تعرضت للتنمر داخل كلية الأدام بجمع الطنطة من مسؤولي المراقبة داخل اللجان ومن سيدتين خارج اللجان بسبب الفستان الذي كانت ترتديه الطالبة أضفت في التدوين أن بداية الأمر كان من داخل اللجنة حيث تنمر عليها مراقب واستوقفتها مراقبتان بعد خروجها من الامتحان أمام اللجنة وقالت لها إحداهن أنت نسيت تلبس البنطلون ولا إيه؟ مصدر معنا كان من مصراوي أترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر التنمر شيء سيء جدا يعني أنا لو نصحت وأتمنى أن أنا يعني لما أكون أهل أن أنا أنصح أنصح إنما أنا مش أهل أن أنا أنصح ما أنصحش لأن فيه نفوس يعني مش عاوز أقول الكلمة صعبة بس نفوس مريضة أتمنى أن كل واحد يعني يخليه في حاله كل واحد يركز في شغله أو في دراسته ده شيء هيكون مهم جدا ويخلينا كمجتمع نتقدم حقيقي أنا جيت لنهاية نشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضرككم ما تقلتش عليكم إن شاء الله إن شاء الله أشوف حضرككم في فيديو آخر وفي أخبار جديدة بإذن الله كان معكم إسلام الأمير وأبا نوب خلفاوي نسؤول عن المنتاج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته